السلام لبنات كراكم دايرين اكو غايا لاباس انتمنى تكونوا كامل بخير نبدأوا الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله وانتي لعجبك الفيديو ديري لجام او كومنتر شباب نرحب بالمشتركات وجدد الانضم والقناة نقولكم مرحبا بكم حبيباتي نورتوني وشرفتوني في قناتي والمشتركات الوفيات نقولكم الدار داركم والقناة قناتكم مرحبا بكم تاني انتم حبيباتي كما كنت شوفو اليوم جبت لكم احد الخبز يجي الشباب يجي ما شاء الله هالطرعي وهالشيش يجي في الفور درت تزوج غرفياتنا تاع السميد ودرت غرفية تاع الفارينة السميد يكون الرطب الرقيق ودرت تزوج مغرفة تاع الخمارة تاع الخبز ومغرفة تاع السكر نخلطهم شوية باش نضيف الملح انا الملح مبغان نضيفه في اللول باش يدخل الملح في العجينة مشيح تاني عجين ومبعد عاد نضيفه المهمة تديروش فوق الخمارة يعني يتخلطو دخلو ديك الخمارة في السميد ولا في الفارينة ومن بعد عاد نزيدو الملح بجيها كما را كنت شوفو بعد نخلط قعس قعال النواشف مع بعضهم وبقعو نزيدو في الما دافي الما ما يكونش سخون وما يكونش بارد يكون دافي كما هاكا باش الخمارة تتفاعل معانا كما هاكا غير الميته ما عجينتهش ونغطيه نغطيها يريح حال خمسة دقائق يعني تكون يديري فيه غدا كله عشاك وبجيها ديري هاد الخبز ما تتعبي في اللي كنتاعه ما والو دو كنوريكم الطريقة كيفاش انا يا نخدم الخبز انتاعي يجيش باب يجي مدلوك وفي نفس الوقت ومن بعد نديري هاكا غير نغمس في يدية ماشي يعني تبقى ضيف والمال للعجينة غير نغمس يدية باش ما تلتقيش في العجينة هاده ما كان ونبقى ندلكه وهو هاكا العجينة تكون هاكا شوية ناشفة يعني قابضة روحة نبقى ندلكه ماشي داك الدلك اللي واعر غير شوية نعاوض نغطيها ونخليها تريح من هاده الطريقة الخبز انتاعي يجيش باب يجي مدلوك وفي نفس الوقت انا ما نتعبش كما هاكا نغطيها ونمشي ونديرو كاش حاجة واخد اخرى ونعاود شوية ونعاود نولي له من هاده المرحلة ندير مغرف انتاعي لابيل واللي ما عندهاش لابيل تدير نصف مغرف نصف كاس اعفوان نتاعي نصف كاس نتاع زيت وندخله مليح مليح في العجينة لابيل تكون طريقة بحرارة الغرفة باش تدخلي في العجينة وثاني نعاود ندلكها شوية مليح ندلكها شوية نغطيها ونخليها تريح نعاود ثاني شوية نعاود نولي لها من هاده الطريقة يندلك لنا خفها يعني ما نصيبوش كون ملو الكي تلمي العجينة تبقى تدلك حتى كتافك يوجعوك تطيب العجينة يابسة وتتعبك في الدليك بصح من هاده الطريقة كيتخليها تريح وتعاود تولي لها كل خطرة تصيبها بدت تطرب وحدها من هاده الطريقة ما تتعبش في الدليك يعني تكون يديري فئة ندرك ان ندير في العشاو نمشي ندير شوية لعشان نضيف يعني اضافات اللي خاصين ونعاود نولي لها من هاده الطريقة حتى كمت اللي كتاحها كمان هاكت الخطرات والهربعة حتى تتحس تتحسيها الطرطق بين يديك يعني تدي اللي بواوق انا اللي هنائراني جاي نقطحها نقرصوها كيما نقولو نجيب السمي درقيق ونجيب المتاني باش نغمس يديه وما تلسق ليش العجينة في الدية الخبز هنها يرح خمر لي بغطيته هدرته في مكان دافئ وخليتها حتى خمر كما هاكت وما دا بينا نديرو قريصات شوية يعني مشي كبار بزاف شوية ملاح نقطعو كما هاكت بن هاده الطريقة ونسلوه في السميد من الاحسن يكون السميد درطب وما يعني ما تديجيش وما ديليش كاين خبزات ديليه بالفارينة كاش نهار نشاركها معاكم ومن هاده ندرتها بالسميد يجيش باب حتى المنظر تعها يجيش باب ونسلوه بن هاد طريقة شوفوا البواوا قلي خرجوا مكوترة تدليك وهيا يجتيمات عبنها في دليك موالو يعني راه مدلوك مليح مليح كما هاكت وفوتا قراص تاني ومشي دروك نقرصه يعني نعاود نغطيه ونخليه يريح شوية كون دروك جيتقرصي حتى عبك الخبزة ومتي انتي تقرصي فيها وهي تعاود تولي تتكمش بس هكي تخليها من هاده الطريقة اغيها كديري هادي بولات وخليها غطيها وخليها خلل خمسة دقائق ووليها تصيبها بوحدها تتعبك ما تتعبكش في التقراص ها انا عدرتهم بولات وخطيتهم ونخليهم بعد خمسة دقائق ها كوليت لهم شوفوا كي تسمى التعبكش وتاني انا نقرصهم بالبرولو بالحلال ما نقرصش بيضي يعني هاده الطريقة سهلة تجيك سهلة بالنسبة للمبتدئات تجيك سهلة وتاني يجي يعني محوي في الوسط كما هاكا ما تدريش رقيق بزاف خلي فيه شوية يعني كل واحدة كيفاش تبغي كاللي تبغي فيها البابة وكاللي تبغيه ما فيش البابة يلا بغيتي فيه البابة خليه شوية غليد على هاكا وكي بقى يصقلك هادي حاجة باينة زيدي السميد نقرصي وزيدي في نفس الوقت السميد ونعاود نغطيه ونعاود نخليه يخمر حل خمسة دقائق وعشرة دقائق والفور يخص يكونوا سخونة مليح مليح انا قعقوا بيلا شاعلت الفور يعني كل ما تخلك الفور كل ما تجيك النتيجة احسن والسر باش يجيك الشيش تاني ويجيك منطفخ ووجيك شباب تشوفوا الصينية لاني رفدتها بسر بيتها يعني كنت مسخنتها كنت ديرتها في الفور تسخن ودجان لاني كنت مطيبة هنه يزوش خبزة تقبل هاها سخونة مليح مليح عادة نديرو هاداك الخبز انتاعنا يعني ماشي تكون الصينية باردة وتوديلي فوق هالخبز تكون سخونة في الفور باش الخبز يجيك محمر ويجيك شباب ويجيك هشيش هدا سير من الاسرار شوفوا الخبز تاني كيفاش يجي يعني يجي ما شاء الله يجي محمر من كل الجهتين وتكونوا مزيدين لهالنار باش ما يبطاش الداخل في الفور ويبسلكم وصير الزاوج انك تخرجهم الفور غطاه باش هادك السخانة تولي عليها الرطوبة ويطرع لك يقول لي يطرع ما تخليش عريان للهوة باش ما يجيش يابس باش ما يديرش هادك القشرة من الفوق ويجي يابس شوفوا الخبز التاعنا كيجا ماشا الله وتأكدي تاكلها غيهاكك كيديلي لهادك المغرفة على بال يجي فيه واحد البنة يجيش باب بزاف يعني ما تقلم ما تنجمي ما تديني معا احتى حاجة تاكلها غيهاكك يجي بنين شوفوك يجي مقطن من الداخل يجيش ويجيش باب انا مادرش فيه بزاف البابة ما خليتها شغلات بزاف وانتي لف تبغي البابة كي تجي تقرصه ما تقرصه ما تركيش شوفوك يجي يجي مقطن يجيش باب ما تقولي شقعة اسمي تقولي بالفعل هنا ما خدوم ويقعد مدة يعني حتى كيصبح كيصبح يصبح طري ما يبش نتمنى الفيديو تعليم يعجبكم وتجربوه وتخليوا ليراكم في التعليقات وإلى اللقاء إلى فيديو آخر مع السلامة حبيباتي كبرت وتعلمت أن فاقد الشيء قد يعطيك وأن الكتاب قد يختلف من عنوانه وأن رضى الناس ليست غاية أصلا مع السلامة حبيبتي